موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي الاعزاء محبي تربية طيور الزينة مرحبا بكم في عالم رياض لطيور الزينة في هذه الحلقة ان شاء الله سوف نتطرق لمكون جديد من المكونات التي لا يجب ان نغفل عليها وان نقدمها لطيورنا لمالها من فوائد وقمة غدائية التي تعود بالنفع على صحتها هذا المكون هو الفلفل الحار الذي يعتبر بمثابة صيدلية للأدوية حيث ابان عن فعاليته في محاربة العديد من الأمراض التي تصيب الطيور ناهيك عن العناصر الغدائية التي يحتوي عليها هذا المكون الطبيعي في هذه الحلقة سوف نتطرق لمكوناته وما هي دواعي استعمالاته وكيفية تقديمه لطيورنا من حيث مكوناته فهو غني بفيتامين A وفيتامين C ثلاث مرات أكثر من البرتقال وغني بفيتامين بيستا وحامل لمادة البطاكاروتين التي تساعد على تصفية الجلد وتقوية طبقاته ولمعاني ريش الطائر وتقوية نظره كما يحتوي على الألياف الغدائية المتنوعة بالإضافة إلى ذلك فهو يحتوي على القليل من الدهون والنشا والبروتينات فهو لا يزيد في تشحيم الطائر بل يساعده في التخلص منه وإزالته أضف إلى ذلك إلى كونه يحتوي على الكربوهيدرات زائد القليل من السكريات وبعض المعادن كالحديد والمنغانيزيوم والبوتاسيوم والكثير من الماء كما أنه يحتوي على مركب يعرف باسم الكابسيسين المسؤول عن مذاقه الفريد والرائع والذي يمنح الشعور بالحرارة لكن الطيور لا تشعر بهذه الحرارة على عكس الإنسان أما فيما يخص فوائده ودواعي استعمالاته فهو ينشط الدورة الدموية للطائر ويرفع من درجة حرارته من الداخل لتفادي نزلات البرد كما يساهم في تحسين صوت الطائر وتصفية حنجراته ويطهر الجهاز التنفسي ويصفي الشعب الهوائية للطائر كما أنه مضاد ومحارب فعال للديدان والبكسيريا التي توجد في الأمعاء والمعيدة ويحفظ على مستوى السكر في الدم ويوزنه ويخفظ نسبة الكوليستيرول عندما يرتفع كما يعمل على تخفيض نسبة الدهون وبالتالي محاربة التحيم وهو مهم في عملية الهضم ومضاد حيوي فعال يساعد في التخلص من الجروح والسرعة في شفائها ووقف النزيف الدموي وترميم الأنسجام كما أنه يفتح الشهية بشكل فعال ويخفف من الاحتقان ويساعد في علاج انتفاخ بطن الطائر كما أنه يعتبر محفزا للطيور على التزايد ويزيد من قدرتها الجنسية والانتاجية أما عن طريقة تقديمه فهناك عدة طرق نذكر منها طريقتين إما بتقديم بودورها مجففة بحيث يكفي ملعقة صغيرة فقط مرة واحدة في الأسبوع توضع مع البودور أو لوحدها في المعلفية أو الطريقة التانية بحيث يتم تقديم الفلفل الحار بشكل كامل أي فلفل حار طري حبة واحدة في الأسبوع تكفي كما أنه يمكن تقديمه للفراخ ولكن بعد أن يتم فطمها مرة واحدة في الأسبوع وفي حالة العلاج يمكن إضافة التوم لها فيصبح فعالا بشكل أراهيب ومضاد حيوي قوي جدا أما عن فترات التقديم ففي فترة تغيير الريش يقدم مرة واحدة في الأسبوع بكمية معتدلة أما في فترة الراحة يقدم كذلك مرة واحدة في الأسبوع إلى عشرة أيام في فترة التجهيز وتزاوج يتم تقديمه مرة كل خمسة أيام وفي فترة حضانة الطائر للبيض يقدم بعناية شديدة على الأقل مرة واحدة كل عشرة أيام في حالة وجود فراخ يتم تقديمه مرة واحدة كل أسبوع ويكفي في الأسبوع الأول فقط يعني لا يتم تقديمه كل أسبوع الأسبوع الأول فقط من فقص البيض ملحوظة عدم الاكتار منه لأنه يؤدي إلى الإسهال الحاد خاصة إذا كان الطائر به إسهال وفي حالة تقديم أي دواء للطائر يمنع منعا باتا تقديم الفلفل الحار كما لا يقدم للطائر الذي به التهاب في المعدة والأمعاء لأنه سوف يزيد من الأمر سوءا إلى هنا أصدقاء الأعزاء نكون قد قد انتهينا من حلقة اليوم على أمل اللقاء بكم في الحلقات القادمة مع مكوين جديد فضلا وليس أمرا أنا مرجو منكم الدعم والاشتراك في القناة والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد إلى اللقاء ودمتم في رعايت الله